بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والحن والذي يعلم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على خير مؤسس الخير حبيبي سيدنا محمد صل الله عليه وسلم 거의 شباب النهاردة نحل مع بعض نحل قطعتين من قطع القراءة المتحررة من كتاب المتحان للسنوية العامة دفعتنا الامورة الجميلة لما في القناة تنسى واشتراك ومترج� واتريد ولو في القناة أخليك مشترك واتريدون اقع لاشنا نكمل مع بعض المحتوي الهدف مجانا لكل الطلبة صلى الله عليه الصلاة والسلام نحل القطع رقم 14 القطع رقم 15 قال أحمد أمين لست أريدك أن تكون راهبا مش هل تتبقى راهب فمتى خلقت إنسانا ملكا فلتكن إنسانا له ملزاته وشهواته في حدود عقله ومنفعته ومنفعة أمته يعني أنت إنسان مش ملك فأنت لك ملزات لك شهوات لك رغبات عادي لكن طبعا في حدود عقلك ومنفعتك وأمتك لها حدود كل حاجة لها حدود وريجو أن تفهم معنى اللزة في حدودها الواسعة لا الضيق إن اللزة درجات بقول اللزة دي درجات لما تقول الحاجة دي درجات معنى كأنها متصنفة زي ما تقول كده أنواع يعني كدرجات السلم آخذة في الصعود فأسفلها آخر حاجة تحت لزة الطعام والشراب والملبس وما إلى ذلك لما يقولك ما إلى ذلك يعني أصدق عموما بقى بقيد الحاجات فاهمين قصدي يبقى هنا هو حدد خصص قال الطعام والشراب والملبس دي اسمه تخصيص بعدها انتقل لحاجة عامة قال لك وما إلى ذلك لو يعني أيا كان بقى أيا يكن ومن غريب أمر هذه اللزة أنها تفقد قيمتها بعد الاستنتاع بقليل منها يعني بعد ما تاكل أنت فرحت ونت بتاكل لكن بعدها لو خلاص ثم هي ليست مرادفة للسعادة في فرق من اللزة والسعادة فكثير من من أكلون الطعام الفاخر ويلبسونا نولبس الأنيق ويسكنون القصور الفخمة هم عزاك أشقية أماك واحد يبقى غاني قوي ومع كل حاجة وبيتمتع بها فعلا لكن برضو مش سعيد ثم هيزيه لزائز قيمتها في الاعتدال فيها لازم تعتادل فيها لو عايز تلازل فيها لازم تعتادل وعدم التهافت على كاسبها إن شئت فحس بحس بحساب من أفرط فيها فترة قصيرة مع الزمن ثم فقد صحته فلم يعود يستطيع أن يتابع اللزة قالوا واحد فقد الصحة بتاعته مش عرف يتابع اللزة بتاعته وحساب من اعتدل فطال زمن لزته مضافا إلى لزته صحته المهم في الأخير بقولك وأرقى من هذه الدرجة لزة العلم والبحث والقراءة والدرس دي لزة أعظم منها فهذه لزة العقل وتلك لزة الجسم وهذه أطول زمنا وأقل مؤونة وأبعد عن منافسة والمزاحمة يعني فيش حد بيتسابق فيها وين أرطت الدليل على أنها أرقى من اللزائز المادية فاسأل من جرب اللزتين اسأل لتنين وماليس النوعين تجد العالم الباحث والفنان الماهل والفيلسوف المتعمق لا يهمهم ما أكلهم مش مهم يلبسوا إيه ولا حاجة أهم حاجة التفكير بتاعهم وأرقى من هذه وتلك إبا إيه اللي أعظم منهم كلهم لزة من وهب نفسه لخدمة مبدأ يسعى لتحقيقه وفكرة إنسانية يجاهد في إعلانها واعتناقها أو إصلاح لداء اجتماعي يبذل جهده للقضاء عدي ده أعظم واحد فيه حلو صلى الله عصول الله في الأخي بقولك في هذه السعادة ولو مع الفقر ولكن لا يصل الله هذه الدرجة من اللزة إلى من رقي حسه وسمت نفسه السؤال الأول تكون اللزة المادية ذات وقيمة إمتى بقى لو كتمت طعام الشراب لأ ما هي مادية يعني هي أصلا هي لها إيمة كده يعني مش هينفى طيب حين تكون نبيعة من سموه النفس طبعا سموه النفس ده تكلم عن اللزة العلم مش اللزة المادية إذا جاهد الإنسان في إعلانيها ما قال لك شننت يجب أن تعلنها عشان تحس بقيماتها ده جابة صح جيم قال لك عند التوسط والاعتدال فيها قال لك ثم هذه اللزائز وقيمتها في الاعتدال فيها وعدم التهافت على كسبها يبقى طبعا تكتسب القيمة بتاعتها لما ما تتهافتش عليها ما تتسريعش عليها يعني بالراحة بشويش واحدة واحدة أرقى أنواع اللزات في رأي الكاتب طبعا آخر لزة زكارة عندنا ليه لزة إيه لزة اسمه إيه ما نسيت آه اللي هو واحد يعني يهب نفسه لخدمة إيه مبدأ يبقى لزة العلم والبحث والقراء والدرس طبعا مش دي أرقى حاجة أرقى حاجة لو آخر حاجة زكارة الصعود والهبوط طبعا دي برضو غلط التفكير برضو دي غلط الإجابة الصحة بأدال لو آخر حاجة زكارها ما نوهب نفسها ولخدمة مبدأ إن يسعى لتحقيقه صلى الله عليه وسلم ناية الصلاة والسلام أقول لك أفادة تشبيه اللزة بدرجات السلم فاقة الأولى توضيح إيه ينوع الشاعر أو الكادب ليه تشبه اللزة بسلم ليه الكلام ده صلي بقى عن نبي عليه الصلاة والسلام وجو بارتقاء الإنسان بنفسه اللزة الروحية عشان الواحد يرتقي يرتقي لحد يوصل للزة الروحية ما تكلمش عن اللزة الروحية خالص وما لكش الإنسان بيرتقي فيها يعني مش هينفع ما يستمتعون به ما تكلمش عن طبقات الناس هنا ما تكلمش عن طبقات اللزات يعني مش هينفع طب تعدد اللزات يجب أن يتمتع به الإنسان ما قالكش أن فيه لزات يجب أن يتمتع به الإنسان وأجماعة ضرب مثال السلم ده عشان قالك أن فيه أنواع كتير فيه لزة هنا وفيه لزة هنا وفيه لزة هنا يعني عايز يقول لك الفرق الواضح الشاسع بين اللزات المختلفة واحدة فوق واحدة تحت دي هو الإجاب أدقة تبقى به التباين يعني التباين الفرق يعني الفرق بين اللذات. وان منها الوضيع ومنها الرق يعني منها الحقير زي الطعام الشراب ومنها الرفيع والعالي. بس كده ابي اضرب مسالة عشان يوضح العلاقة دي. الرسالة يوجيها الكاتب خيال مقال. ايه بقى الرسالة عايز يوجيها? نصح بانتهاز الفرص واللذات ماتة سنحت يعني اوه ما تجيلك لذة. ايه الحق اقتنسها بسرعة واخدها? طبعا ما قالش كده. تحزيم الاكسار من طعام الشراب فهو ما سبب بقاء? طبعا رسالته مش هحيحزرنا بالاكل والشرب. لا بالعكس ده قالك ان انت تاكل وتشرب لكن باعتدال. فمش دي رسالة المقال. طيب تحزيم التهاون المستمر في التمتع باللزاز المادية والمعنوية? طبعا لو قالك اللزاز المادية ماشي يقول لك يعني واحد بكلمة زي المادية لكن هو قال لك المعنوية كمان. فمش هينفع. ده رقم واحد. رقم اتنين بقولك التهاون المستمر. يعني ايه تهاون يا جماعة? شخص يتهاون في حاجة يعني لا يلقي لها بانا. مش مهم بيها. مش مهتم. طبعا مش بيحزرك من عدم الاهتمام باللزائس. ما تكلمش عن كده خالص يا جماعة. دي بعيدة خالص. الاجابة الصحة تبقى جيم. بيقولك توجيه الى التوسط في المتعة المادية وترقية النفس بالمتعة الروحية. وهو ده الكاتب عايز يوصل لهم. الكاتب عايز يوصل لك من اخر كده ان انت المتعة المادية. خليك معاها يا عم. لك خليك متوسط فيها. ده رقم واحد. ورقم اتنين. لازم تتمتع بالمتعة الروحية اللي هي قصده يعني اخر متعة عندنا. اخر ايه? اخر متعة عندنا اللي هي ايه? المصدر باكسينة محمد. اللي هي المتعة بتاعة آآ البحث والعلم كنا ندكولي. صلى الله عليه الصلاة والسلام. بعدها خمسة يقول لك على خط قوله وما الى ذلك. قلناها من شوية يا جماعة. هو الاول قاعد خصص. قال لك الاكل والشرب واللبس. بالاخ الى كي قوة ما الى ذلك. لو يعني بقيت الحاجات. بالانجليز. لو يعني ايه ايه? طبعا يا جماعة دا اسم ليه لما يقول لك الاخ كده او ما الى ذلك. دا اسمه عموما يعني. يعني عموما بقيت الحاجات. يبقى نتيجة قبلها سبب طبعا ده مش نتيجة خالص. مشó ER действительно ربما. طب دا تفصيل؟ ده مش تفصيل. اللي قبليه كان تفصيل. يعني مش ينفى يا جماعة طيب. تفصيل بعدها اجمالها. ما قالكش الاجمال هم اجملهاش. طب ابهام بعده توضيح. بلاك يا جماعي. يعني زي عبارة عن ابهام. بعد دي توضيح. طبعا غلط. اللي جابه اضق هتبقى دال. عموم بعد تخصيص. بلاك يا جماعي. علاقة دي باللي قابليها. عايز علاقة وما الى ذلك باللي قابله. بلاك يا جماعي. علاقتها عموم. جاه بعد ايه? جاه بعد التخصيص يا جماعة. الاول كان فيه تخصيص قالك المأكل والمشرب والملبس ده اسمه تخصيص. بيخاص حيات معينة. بعدها عملها حاجة عامة. قالك وما الى ذلك. عموما بقى. فده اسمه تخصيص يا جماعة. جاه بعد ايه? جاه بعد ايه عموم. اللي هي يعني عموم هو عموم هو بعد بعد ايه? عموم. بعد ايه? بعد تخصيص اللي هو جامن شوية. حلو. طب ليه ما اختناش جيم يا محمد? اقول لك ليه ما اختناش جيم? ركز معي. بقول لك تفصيل بعده اجمال. تفرق? اه تفرق. اصح معي. دي علاقتها تفصيل يعني دي هل دي الوقتي. علاقتها تفصيل. بعد بعدها اجمال طبعا بعدها جملة تانية اصلا بعدها فقرة تانية. بعدها ما كانش فيه حاجة. يا مش هينفع اصلا يا جماعة. فهمتوا قصدي? تاني. معي التاني. نجيب دي تاني هنا. ركز معي. ده عبارة عن ايه? طعام وشراب وملبس. حلو. ده ممكن تسميه تفصيل? اه ممكن تسميه تفصيل. طيب يبقى ده اسمه تفصيل. وده اسمه ايه? ده اسمه اجمال. حلم قوي. لو عايز تقولهم هتقولهم ازاي? هتقول تفصيل بعده اجمال. تمام? يبقى انت لو بتتكلم عن علاقة دي باللي بعدها هقول تفصيل بعده اجمال. لكن هو ما قالش كده يا جماعة. هو قال لك علاقة دي باللي قبليها. فينفعش نختار اللي هو تفصيل بعدها واجمال. دي عبارة عن اجمال. جاء بعد تفصيل. اه كده تمام. تفرق? اه تفرق. يبقى ركز معي في الحاجات الصغيرة دي التكات الصغيرة دي. يبقى طبعا اجابة الوحيدة اللي تنفع بالاستبعاد طبعا. ده عبارة عن ايه عبارة عن تفصيل او توضيح يعني او تخصيص جاء بعديه ايه? تخصيص يعني وبعديه الجاء اللي هو ده اسمه عموم. عشان كده اخترنا ايه? اخترنا عموم. اللي هي دي طبعا. بعد تخصيص اللي هي ايه? اللي هي دي. اه سؤال صعب شوية بصراحة يعني فلي متحمي يجي لكش السؤال بالشكل ده. بس يعني ايه? هل منتضرب. بعدها بقولك السبب وراء الاصابة الامراض كما فهمت من الفقرة التانية. كسر تناول الطعام الفاخر. ما كده مش هتطعام الفاخر اكثر يعني الطعام عموما. الافراط يعني في المتعة. يعني مش هينف. التقاتل بين الناس ما قالكش ان الحرب بين الناس بتجيب امراض. التهافت على المتعة الروحية. هو قالك التهافت لكن على المتعة المادية. يبقى الإجابة الصحة تبقى الف التهافت او الافراط في المتعة المادية. زي الاكل والشرب. قال طبعا حسين ركز بقى. طب ما ده عندنا في القصة. احنا خلنا كده في القصة. وكان الصبي يسمع لهذا كله فيفهمه ويحفظه ويعجب. امتى يا جماعة الموقع ده تذكر? الموقع ده تذكر لما الصبي شاف اخوه وشاف صحابه يعني في الازهر. قاعدين بيكلوا ويحفوا جامد بيكلوا اكل جامد قوي. هو استغرب. قال لي يعني ازاي طلبة العلم بيتهالكوا وبيتسبقوا على الهبل ده والسخافة دي. بيتهافتوا على الرغبات بتاعاتهم. انما انا لما كبر مش هاعمل زيهم. مش هاكل زيهم. حلو. لما نيجي دوازل بين موقف طاحسين و موقف احمد امين. طبعا بين اول ما غير من اعلى الاختيارات ان طاحسين متشدد في موقف تقول لا ازاي طلبة العلم يكلوا الاكل ده كله. انما احمد امين كان ايه كان متوسط قال لك لا احنا يجب ان نعتدل في الموتة المادية ناخدها او لكن نعتدل فيها. يبقى طبعا احمد امين مغالي ومتشدد طبعا غلط طبعا حسين ومتشد. طيب كلا الكاتبين يعني انت تساغل مفرد في حق الانسان في الموتة المادية طبعا غلط. بدي تنمش بمتوافقين خالص. طب كلا الكاتبين يميل التوسط برضو غلط. دي جابة الصحة بالالف احمد امين وسط. بين المغالا والمنع. انما طاحسين فهو مغالي في الرافض. يعني رافض جدا. حلوة اوه. صلى الله عليه وسلم. كتبت الدكتورة وفاق جاسم الرجب. في يوم البيئة العالمي عام الفيو 18 اختارت الهند البلد المضيف لذلك اليوم. عنوانا هو التغلب على التلوس البلاستيك. يعني بيتكلم على التلوس البلاستيك. دعوا فيه الاحداث صغرات في حياتنا اليومين للحد من العبء الصقير لتلوس البلاستيك. على اماكننا الطبيعية وحياتنا برية وصحتنا. واكدوا على ان في العالم اليوم يتم شراء مليون عبوة بلاستيكية كل ديئة. ويتم استخدام ما يصل لخمسة تريليون كيس من الكيس البلاستيك في جميع الحياة العالم. بعدها بيقول لك ايه? ويفتقر ما يقرب من تلت العبوات البلاستيكية التي نستخدمها الى انظمة لجمعها. يعني تلعبوات اللي احنا نستخدمها ما فيش حد بيجمعها اصلا. تترمي في المحيطات. ما يؤذي ما يؤدي الى امتلاء شوارع المدن مواد البلاستيكية وتلوس البيئة الطبيعية. وينتهي المطاف بنحو 13 مليون طن مواد البلاستيكية في المحيطات. تمام. وده كله طبعا بيأثر ايه? ده كله بيخش في معدة كيانات البحرية وبيأثر ليه نحنا. يمكن استمر بلاستيك في المياه متصل الالف سنة. تمام. بعدها بيقول لك ايه? تنتشر مخاطر التلوس البلاستيكي على نطق واسع ومتزايد وسريع منذ حوالي نصف القرن. وتعد البحر ومحيطات تغتي سبعين في المائة من مساحة الارض اكثر مناطق المعارضة للخطر. البحر اكثر حاجة معارضة. واعتقد البعض ان جل طبعا جل معناها معظم. ان معظم النفايات موجودة على اليابسة. ولكن الواقع والدراسات والبحوث تفيد بان اغلب كمية النفايات البلاستيكية. تتمثل في الاف الاطنان موجودة فين? في بطون الاسماك والطيور والسلاحف والحيتان. كلها موجودة فيها. كما تؤثر هذه اللدائن بلاستيك يعني. اه اه اصده طبعا باللدائن هنا يعني ايه? المصابقة سيدنا محمد البلاستيك والحاجات دي يعني. كما تؤثر هذه اللدائن على صحة الانزام خلال كانت البحرية تبتلع بلاستيك. يعني انت لما تيجي تاكل حاجة انت كنت تتأثر بها. تاكل سمك مسلا بنت تتأثر بلاستيك اللي موجود جواه. كما تهدد الصحة ايضا بولوجها بدخولها يعني الى رقائك الملح. اذا وصلت نفايات البلاستيك الملح البحري. كمان الملح بتأثر. تماما فقد كده شفر بحثون مجامعة صينية وجود جزئات بلاستيكية في ملح الطعان. وقد تم اثبات وجود حوالي سبعمائة جزء جزء بلاستيكي بكل كيلو جرام في عيونات صينية من ملح البحر. المهم صلى الله عليه وسلم معنى كيمة جل وتاكيمة جل معناها معظم. يقول لك جل للطلاب معناها معظم الطلاب. يبقى الإجابة الصح معظم. بعدها بيقول لك ايه موضات كيمة يتحلل. كيمة التحلل لجماعة معناها ايه? لما حاجة بتنحل يعني بخصوصا في الكيميا والكده يعني معناها ايه معناها يتفكك. حاجة بتتحلل قدامك وتتفكك. طبعا حاجة بتتفكك قدامك عكسها بتترابط مع بعض. يبقى تفكك عكسه ترابط. فالإجابة الصحي يبقى يتضابط. علاقة قولي للحد من العبء السقيل ترابط باستيك. قال لك عملنا مؤتمر. وانا يعمل توجيهات لي عشان نحد من العبء. عشان نقلل من العبء. طبعا للحد معناها ايه? للتقليل من العبء. يبقى للعشان يعني يعرف انها تعديل ما قبلها. يبقى لجابة الصحة تعديل. نوع المقال وصفي تاريخي علمي تربية. طبعا انت مغامة كله علمي بكلمة علم وجزيئات وأبحاث وسانية أكسيد الكربون وملح وبلاستيك. يبقى علمي طبعا هنا تعديل طبعا ولا تعديل Recic non-fever. من مخاطر التلويس البلاستيك صحية اللي ك38 كان في نظف الفقرة الرابعة. بالفقرة الرابعة. لكن لك زمائي من الحاجة. الفقرة ربعة كانت تتكلم عن ايه? أرجع معايا كده. دي الفقرة الاولى. دي الفقرة التانية. دي الفقرة التالتة. ودي الفقرة الرابعة. تمام كده? دي الاولى تمام التانية. والتالتة. والربعة. الفقرة الرابعة كان بيتكلم عن تأسير للحاجات دي على الانسان. طب تأثيرها ازاي? اشناها من اكلها? قال لك الحاجات دي بتأثر صحيحة الانسان من خلال كانت البحرية لاتتبتلع البلاستيك. يعني انت لو اكلت سمكة مسلا انت كهتتأثر ايه? انت كهتتأثر بالملح. الملح نفسه هيخش جوه ايه? هيخش جوه الانسان. البلاستيك نفسه يخش يعني جوه الانسان. تمام? وقال لك برضو الحاجات دي بتوصل الملح والملح برضو انت بتاكله. حلو. اكد على فكرة الاكل. انت ممكن تتأثر بها. لما خطر التلوث بقال البلاستيكي. كده فهمت فقر ربع. الانتقال السريع لبلاستيك طبعا غرض ما كلمش ان البلاستيك بينتقل بطريقة سريعة. مش مرض هو مش كورونا. لا بيتكلم انت لو وكلت حاجة هتتضر. انت شار البلاستيك في الطرق ما تكلمش عنها بفقرة دي. تطيروا على الاجسام ما ذكرهاش اصلا في المقال. اللي جابه الصحة تبقالف. تناول انسان للكيات البحرية وملح الطعام. لما تاكل الحاجات دي هتتأثر. الحل الامثل لمشاكلة التلوث البلاستيكي. فرض غرامات على القاء البلاستيك. طبعا غيرت لو عملنا غرامة على القاء بلاستيك ما برضو هنفضل ننتجه. مش هينفع. لازم نبدله بحاجة تانية. مش هينفع. طب توعية المواطنين بقى اختار التلوث. طب اختار التلوث مش هتقلل برضو بلاستيك ما يعني كيف ننتجه وهنخلصه. هي هي. انت نزيف المستمر للمدن. برضو هي علاقة الموضوع. لو ننظفناها ما برضو هيتريمي في الاخر. هناخده ونحرقه او هنرميه وانضره البيئة. طبعا اجابة منطقية تقابلها استبدال البلاستيك مواطن صديقة للبيئة. حتى في اول المقال لك عملنا المؤتمر عشان نحد من استخدام البلاستيك عموما يعني. يبقى طبعا اجابة استبدال البلاستيك مواطن صديقة. يعني هنا انسر بالمقال صحة الانسان في خطر طبعا غلط. وما كلمش عن صحة الانسان بس تكلم عن الكائنات البحرية كمان. وتلويس الجو والحاجات دي كلها. يبقى كلم عن تلوث بلاستيك عموما. طيب معاية البحار وبحطات برضو غلط. وما كلمش عن البحار محطوب بس. وكلم عن الانسان وقدي الحاجات دي ببوز الشوارع. يبقى كلم عن الارض والبحر. فقدان انظمة تجمع بلاستيك. طبعا مش ده عموان الامسل. يعني احنا عايب نتكلم عن انظمة تجمع بس البلاستيك. ما كلمش عن كده. وقال لك عايزين نقلل ما التلوث البلاستيك المنتشر. فالإجابة الصحة تبقى جيمة. التلوث البلاستيك عموما. ده حتى يا جماعة في الفقرة الاولى. قال لك ايه? عنوانا هو. العنوان هو ايه? التغلب على التلوث البلاستيك. فاصلا العنوان اسمه التلوث ايه? التلوث البلاستيك. وبكن يكون خلاصة النهاردة. بازن الله حلقة جاي نكمل بقية التدريبات. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب عليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وبركاته.